اهلا بحضراتكم عدنا بعد الفاصل الحقيقة الخبر اللي دوى في الافاق بتاع حكم المحكمة الجنائية الدولية باصدار امر باعتقال بن يمين نتنياهو رئيس الحكومة الاسرائيلية ووزير دفاع اسرائيل السابق اللي اقاله نتنياهو منذ اسابيع جالند قالي بالدنيا في الاوساط السياسية وفي وسائل الاعلام وما الى ذلك طبعا من حيث الخبر طبعا انتوا تكلموا على خبر وزنه ثقيل يعني كده مع المحكمة الجنائية الدولية محكمة دولية كبيرة جدا 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 بتصدر امر اعتقال وبتطالب الدول الاعضاء فيها ما اوخدوا بالكم الامر الاعتقال ده معناه كده ان في دول هي اللي موقعة على اتفاقية محكمة الجنائية الدولية بتطالب الدول الموقعة على اتفاقية المحكمة انها تعتقل نتنياهو او جالند اذا ما وصل اليها السؤال هنا اللي بيطرح في كل الاوساط هل هذا الحكم سيطبق هل سيتم القبض على بن يمين نتنياهو عند زيارته لأي بلد او عندما يدخل السيادة بتاعت اي دولة عضوه في المحكمة الجنائية الدولية سيتم القبض عليه واعتقاله ولا لا لانه ده طبعا يقلب الصراع العرب الاسرائيلي كله رأسا على عقد فيه ناس بيكلموا سياسة ويقولك يا عمي يا مكتر الاحكام ويا مكتر القرارات الدولية سواء اللي بتطلب محكمة الجنائية الدولية او محكمة العدل الدولية او الامم المتحدة او مجلس الامن واسرائيل طول الوقت بتضرب بيها عرض الحائط الاف ومئات القرارات ولم تنفذها اسرائيل خصوصا انه وراها اقوى دولة في العالم بتسندها وبتدعمها سياسيا وهي الولايات المتحدة الامريكية فبالتالي هذا الحكم كانه لم يكن حبرة على ورق زيه زي بقية القرارات الدولية وفي ناس بتقول لا حتى سياسيا مجرد صدور امر الاعتقال ده ادانة ادانة لاسرائيل وادانة رئيس حكومة اسرائيل ووزير الدفاع والجيش الاسرائيلي وادانة للممارسات الاسرائيلية واعتراف ضمني بان ما تفعله اسرائيل مخالف لكل القوانين وانه هو خطوة مهمة في طريق هذه الادانة لاسرائيل ووقوفا مع الحق الفلسطيني وحق الشعب الفلسطيني بعيدا عن التأويل والتحليل السياسي انا عايز اقول لحضراتكم القانون الدولي بيقول ايه القانون الدولي وفقا لهذه المؤسسة الكبيرة بتقول ايه عشان كده رحموا معايا بالاستاذ الدكتور صلاح الطحاوي وهو استاذ القانون الدولي وحيكون معانا دلوقتي على التليفون علشان نتكلم على فكرة انه هيتطبق او لا مش هيتطبق مدلولاته القانونية ومدى الزام كل دولة ومدى الزام كل دولة بانها لو جه نتنياهو في زيارة لها مؤتمر او زيارة ثنائية مع رئيس الدولة ورئيس الحكومة في الدولة دي هل الدولة دي ملزمة باتفاقيتها الموقع عليها في المحكمة الجميلة على نتنياهو او باعتقاله ولا دا يدخل في اطار اعمال السيادة بتاع كل دولة كل دولة حرة اما ان تنفذ هذا الحكم او لا وفقا لعلاقاتها السياسية ومصالحها سواء مع اسرائيل او مع امريكا او مع المجتمع الدولي او مع الامم المتحدة وما الى ذلك اشتركوا في القناة